تحيييييييييييي se embrace to you and your اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه هو ان محمد خير المحامي بعد اللي حصل في اللايف بتاع اخويا الاستاذ فتح الجهري صاحب قناة دردشة يوب اه طلعنا مبارح وقلنا ان انا والاستاذ امجد الفئي والاستاذ فتح الجهري عملنا لايف محترم جدا بيعبر عننا احنا التلاتة احنا التلاتة بيعبر عننا اللي حدث في اللايف بانت الحقيقة كاملة واصبحت جالية امام الجميع ان محمد خير المحامي كل ما قيل عنه خلال الشهور السابقة لم يكن له اي اساس من الصحة والذي قال هذا الكلام الاستاذ امجد الفئي اللي هو صاحب عمر محمد هادي اللي هو المجني عليه واللي هو كان بيقول اكتر من مرة ان هو لسان محمد الهادي فبما ان الاستاذ امجد الفئي طلع مبارحة امام الرأي العام وقال ان كل الكلام اللي تقال الفترة اللي فاتت كان نتيجة سوق فيه انما ليس له اساس من الحقيقة ده حدث امتى بقى بعد ما انا والاستاذ امجد الفئي اتكلمنا مع بعض مباشرة مني ليه قال اللي عنده قلت له اللي عندي اتفقنا احنا اللي اتنين ان كل اللي حدث ده كان نتيجة سوق فيهم وتصرفات صغيرة هي اللي قدت الى اشعال هذه النيران التي استمرت شهورا طويلة بعد اللي تقال بقى في اللايف بتاع الواسوس فتح الجهري رأيته انا محمد خيري المحامي ان اضع نهاية جميلة طليق بالقضية اللي انا تعبت فيها كتير اوي اوي ونهاية محترمة طليق بالمتابعين المحترمين متابعين القضية ونهاية محترمة طليق بكل اطراف القضية معنى الكلام ده ايه اعتبروا يا جماعة ان الفيديو ده هو نهاية القضية بالنسبة لمحمد خيري المحامي وليس لايف التنحي بتاع المحكمة اليوم 29 ثلاثة الا انا قلت في الحكم هو ده الفيديو اللي يليق بالقضية بعد ما ظهرت الحقيقة وان انا راجل يعني ليس علي اي غبار وكل ما قيل عني لا اساس له من الصحة ففيديو اقول في كلمتين صغيرين جدا يعني وانطلاقا من قول الله تعالى والقاظمين الغيز والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وانطلاقا من قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وايضا من لا يشكر الناس لا يشكر الله شكرا لكل اطراف القضية شكرا لكل المتابعين والمتابعات المحترمين والمحترمات اللي انا دايما بكتب لكم في التعليقات اخواتي الغالين على قلمي المتابعين كلهم اللي في القضية اصحاب فضل كبير علي وعلى كل اطراف القضية وعلى كل القنوات اصحاب القنوات واصحاب المنصات على اليوتيوب انا بقول لكم شكرا جزيلا 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 لكم على يعني كل اللي عملتو في القضية كان لكم فاجة كبير مش هننكره كل واحد ليه فضل في الاداة دي كان بعد فضل المولى عز وجل قناة على اليوتيوب قناتين قنوات اعلامية متابعين كل الناس دي كل الناس دي الاستاذ والشطن المستشار المحترم محمد عبدالغفار مش عايزين نعدة يا سامي بس هما الاتنين دول انا بذكرهم تحديدا لان الاتنين دول محترمين جدا كنت بشوف منهم حاجات محترمة فعلا كانوا ما بيجوش على حساب يعني مع طرف على طرف اخر كانوا بيحاولوا يجمعوا الطرفين مع بعض فانا في نهاية القضية بالنسبة لي اعلاميا يعني بشكركم شكرا جزيلا كل اصحاب القنوات على اليوتيوب مش عايزة اقول علشان ما نساش لو قلت هنسى ولو نسيت هظلم وانا ما بحبش الظلم شكرا لكل منصة على اليوتيوب بالاسم الناس المحترمة اللي اشتغلت باخلاص واشتغلت بضمير في القضية دي اللي كانت بتساند الحق زي ما المتابعين كانوا بيساندوا الحق زي ما محمد خير المحامي كان بيساند الحق عايزة اقول حاجة مهمة بقى اخلاقنا وتربيتنا لازم نتمسك بيها ونحافظ عليها انا من اول ما القضية بدأت لحد النهاردة لم اتلفز بلفز خارج لم اتلفز بلفز خارج عبرت عن بيتي وعبرت عن اسلوبي وطالما ذكرنا الاخلاق والتربية واسلوبي وتربيتي شكرا لابي ولامي يعني اللي ربوني التربية اللي المتابعين المحترمين اشادوا بيها في منصات كتير قوي بشكر ابويا وبشكر امي اللي تعبوا على تربيتي اللي خلوني ظاهر امامكم بالصورة دي كل الشكر والتقدير والاحترام لهم وانحني امامهم احترما وتقديرا ابي وامي بالنسبة يعني للمجني عليه الاستاذ محمد الهادي يعني شكرا جزيلا لحضرتك يعني انا خلاص ما فيش بيني وبينك اي خلافات فيش بيني وبينك اي حاجة يعني انتهى الامر بتصحيح المصار الخاطئ اللي كان دايرت اطال الفترات السابقة دي كلها انا ان كنت انت تجاوزت في حقي او قلت عني كلام او انا قلت عنك كلام امام الرأي العام هو انا بقول ما فيش بيني وبينه حاجة خلاص الموضوع انتهى احنا برضو الاتنين يعني كان فيه بنا تعاون في القضية ديت علشان خطر تصل امام الرأي العام بهذه الصورة المحترمة اللي انا بنهيها دلوقتي انها محترمة انا بقول لك شكرا ربنا معاك ربنا معاك ويوفقك وتكمل الفترة الصغيرة اللي باقية على خير حقك يرجع لك القضية امام الرأي العام اهو بقى فيها اللي هو الشوت انا كنت بقول في الفيديو بتاع المحكمة فضل لها شوت او شوتين انا بقول امام الرأي العام القضية المفروض ان في شهر سبعة اللي احنا في ده يعني هيروحوا اللجنة السلسية هيحدث تحليل دي ان ايه هيتكتب تقرير من ثلاثة من كبار الاطباء الشرعيين بناء على نتيجة التقرير هترجع تاني التقرير للمحكمة والمحكمة هتحكم في القضية بناء يعني على ما تراه هيئة المحكمة الموقرة وفقا للتقرير تمام المفروض ان احنا كلنا نقول شكرا للمولى عز وجل شكرا للمولى عز وجل ان هو جمعنا كلنا مع بعض شكرا لربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني وفقنا كلنا وهدانا ربنا سبحانه وتعالى هدانا في النهاية ان احنا كلنا يبقى بنا تسامح يبقى بنا صفاء يبقى بنا نقاء مفيش اي مشاحنة ولا اي بغضاء بنا جميعا. تحية احترام وتقدير للمتابعين المحترمين انتو تظلمتو برضو. زي ما نقولت عند الاستيس فتح الجهري. تظلمتو بكل اللي انتو سمعتوه بايه تو تظنوا في ده. وتظنوا في ده. وتظنوا في ده. وانتو ملكوش زمن. لما ظهرت لما ظهرت القضية وحضراتكم تابعتوها كنتو طالعين تسندوا الحق. ما كانش لي لازمة ان حضراتكم تسمعوا كل اللي دار ده. وكل اللي دار ده. فنهاية هذا هو الفيديو الذي يليق بنهاية القضية. لان انا بالشيء دي القضية الوحيدة اللي في مكتبي. في قضايا تانية في مكتبي. محتاجة اهتمامي. محتاجة يعني ان انا اسعى زي ما ساعت مع محمد هادي في قضيته. في ناس كتير يمحتاج ان انا اسعى معها. يعني وبرضو تصريح اهو. شكرا لكم جميعا. ولكن عايز اقول كلمة صغيرة. ليست هذه هي اول قضية يظهر فيها محمد خيري المحامي في الاعلان. محمد خيري قبل القضية دي. ظهر في جناية كبيرة. وقضية رأي عام كبيرة. اثارة الرأي العام في مصر وفلطن العربي برضو. ولكن اعترف انها لم تنتشر هذا الانتشار. ولكن ده مش اول ظهور لي. اطلب طلب اخير من اخواتي اصحاب المنصات على اليوتيوب. رجاء اي حاجة في القضية دي تحديدا بعد النهاية الجميلة. بعد النهاية الجميلة اللي انا وضعتها وقلت ان هو ده النهاية اللي اطلق بالقضية. رجاء بعد اذنكم في القضية دي تحديدا لحد الفترة بتاعتها ما تخلص. محدش يحط صورتي على القضية تاني. محدش. يعني ده طلب. انا بطلب. مش بقول لكم امنوع. لا خالص. لان انتم كلكم محترمين وعزاز على قلبي. بطلب منكم. لكم ان توافقوا ولكم ان ترفضوا براحتكم ولكن اخوكم لما يطلب منكم بيطلب بعشم. مش بيطلب باسلوب تاني. بلاش بقى تحط صورتي على القضية تاني في الفيديوهات. او اسمي. لان انا خلاص قلت دي النهاية الجميلة للموضوع. ليه بقى? حد يقول لك محمد ده حط محمد ده حط محمد ده عمل الالحة ده كايل الالحة ده حط تعانوين مش عارف ايه. لان احيانا بيتحط على نوين عشان تلفت المشاهد. ممكن انا تنقل لي صورة خاطئة. فكفاية ورجاء من كل المتابعين المحترمين ان هم يكملوا مع الحق ويكملوا مع القضية وما يسيبهاش الا لما صاحب القضية يطمن على حقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته